السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أرجو من الله أن الجماعيكم بخير أحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا صوابقة عذاب اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله وعلى بركة الله وما بدأيا الفيديو كله فيديو تسوق لكن أنا حاب أتكلم في موضوع تاني خالص غير الفيديو معلش تحملوني شوية للأمانة أنا مستقى جدا 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 حاب أن أنا أسألكم في حاجة وأخذ رأيكم في حاجة وعادي جدا هتقبل كل الأراء وكل التعليقات ما عنديش مشكلة مع أي حد أنا عايزاكم تقولولي هل أنتوا شايفين من أول رمضان وأنا بنزل صفرة رمضان يعني أحيانا ننزل صفرة رمضان أحيانا نسوق الثلاث مرة روحت سوق السنبوسة بحاول بقدر الإمكان أن أنا أكون متنوعة بحبش أمشي على رتم واحد أو على سيستم واحد المهم الحمد لله رب العالمين أنا من الناس البسيطة في حياتها جدا جدا واللي دائما وباستمرار تطلقوا الوسطية هي مبدأي في الحياة يعني لني بطلع في العالي ولا بنزل تحت وسط خيره الأمور الوسط طيب يا معبود دخلي في الموضوع يا حاجة ودينا الزبدة أمس أمس اللي هو يوم السبت الفيديو ده ان شاء الله ينزل يوم الحد بإذن الله العظيم دخلت لي واحدة في التعليقات قالت لي لو سمحتي هي محترمة للأمانة برضو يعني أعلاقي بكل أدب بكل احترام بس أنا استغربت تعليقها جدا جدا يعني قالت لي لو سمحتي يا معبود معطيش تنزلي صفرة رمضان ولا تصوري الأكل عشان فيه ناس مش لقي ليه الأمانة عشان أكون صريحة معاكو التعليق استفزني انتعرفين لو حد دخلي يشتمني أحادي ما بردش بعمل له إخفاء تعليقاته وخلاص عادي ما هو احنا مش في الجلة ومش كل الناس الموجودين على اليوتيوب ملايكة يعني لا وأنا برضو من الحاجات اللي أنا أحمد ربنا عليها إن تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من متابعيني ناس محترمين وناس بسم الله ما شاء الله مصقفين يعني زي ما تقولوا كده أنا عندي فكهة اليوتيوب عندي كوكبة من الناس المحترمة نادرا لو حد جعل لأ اللي تعليم مش كويس وأنا يعني التعليقات السلبية دي ما بتهمنيش زي ما قلت لكم قبل كده ده من الإنسان واصف من نفسه ووقف على أرض صلبة خلوا اللي يجول يجول عادي جدا جدا المهم أنا برضو ردت عليها للأمانة وأنا حابة برضو يعني أخذ رأيكم في الموضوع ده هل أنتوا شايفين أن الصفرة اللي بعملها أنا شايفة أنها بسيطة جدا جدا يعني أقل صفرة في مصر تتكلف قد الصفرة اللي أنا بعملها ممكن عشر مرات أنا الصفرة اللي أنا بعملها كلها من أول رمضان يمكن تتكلف أقل من خمسين ريال أقل بكتير كمان يعني إلا أنا بستخدمه يا جماعة في الفطار بستخدم صدر دجاجة مش صدر كامل ربع ربع يعني الدجاجة صدر وصدر ورجل ورجل أنا بأخذ واحد منهم بأخذ ربع دجاجة وبقطعها وبعمل بيها شربة أو يأم حطها بحشوة السمبوسة طيب إلا أنا عملته غريب يعني معجنات طبيعي يعني ما لازم هنفطر إيه يعني مثلا نفطر إيه يعني مثلا مش عارف هنفطر إيه بحضرتك أنا بجدة عليك استفزني جدا لأن أنا شايفة نفسي أن أنا أقل واحدة على اليوتيوب يعني بعمل صفرة مش مكلفة خالص اقتصادية جدا هتولي حد يعني على اليوتيوب كله أنا مش عارفة الناس مش هقدر أقول لكم في مصر أو في السعودية أو يعني ما دخلتش أنا كل البيوت عشان أقدر أحكم لكن ما أعتقدش في حد بيطبخ ربع دجاجة يعني ما أعتقدش في حد بيعمل صفرة كاملة الأربع أفراد وأكتر بربع دجاجة زي أنا ففين يا فندم الاستفزاز اللي أنا بعمله ولا فين التبذير اللي أنا بعمله يعني هو يوم واحد اللي طبخت فيه لحمة مع بامية وعملت كفتة عشان كان عندي ضيوف أما احنا فطرنا العادي زي ما بتشوفوكوا اليوم قدامكم اللي بطبخه قدامكم هو اللي احنا بنفطره وأحيانا ما بعملش للصحور هو معروف الصحور هنا كبسة دجاج أو كبسة لحم أحيانا أعمل كبسة دجاج أنا عياني مش لهم تقلع اللحم قوي أو أحيانا أعمل الأكل اللي باقي من فطر بيأكلوه جموا شوية بطاطس محمرين الحمد لله رب العالمين فضل ونعمة من ربنا يعني أنا في رمضان ده حط هدف في الفيديوهات اللي هنزلها أول هدف حطيته وده طبعا بيني وبين نفسي مش عشان حد يعني أنا لما لما باجي أعمل فيديو أنا الأول بفكر يعني مش بعمل فيديو كده وخلاص الهدف اللي أنا حطيته في شهر رمضان قلت لنفسي أنا هعمل حاجات بسيطة حاجات في المتناول الجميع حاجات اقتصادية حاجات مفيش فيها تكلفة على الناس اللي بتتفرج طبعا بما إننا شايفين شايفين الحروب وشايفين الشعوب وشايفين إخواننا في فلسطين ربنا ينصرهم يا رب وفي غزة يعني أنا من جوة نفسي أستحرم إن أنا أعمل حاجات بازخ وحاجات فيها ودي مش قدامش طبعي للأمانة برضو شايفون صريحة معاكم أنا أحب المطبخ جدا وأحب الطبخ وحب التقديم وحب التنويع لكن طبعي برضو الوسطية أنا مش من الناس اللي تحب التبذير خالص يا جماعة مطلقا على الإطلاق سواء في حياتي أو في على اليوتيوب أو في حياتي أنا الشخصية أنا أبعب ما يكون عن التبذير الحمد لله رب العالمين ولو لحظتني في أغلب مشترياتي هتلاقوني الحاجة اللي سعرها ما يعجبنيش أقول لا سعرها غالي غالية أوفر ودائما بجيب الحاجات المخفضة البسيطة يعني مطبخي تسعين في المية منه من محل أبو خمسة ما بروحش بقى محلات غالية واجبها بوتلتمية وبربع مية فأنا استغربت التعليق جدا ده أنا أقل واحدة على اليوتيوب بطبخ حاجات بسيطة بطبخ بربع فرخة يعني ربع دجاجة يا جماعة كتيرة فين يعني أنا بشوف صفر في مصر بسم الله ما شاء الله ديو كرومي وبط ودجاج ولحمة ومنبار ومحاشي وبرضو بشوف هنا صفر بسم الله ما شاء الله لا جبت تيس طبخته ولا جبت خروف طبخته زي ما الناس بتعمل ولا كل يوم والتاني جبت اتنين تلاتة كيلو لحمة طبختهم ولا كل يوم بعمل حاجات باللحم ودجاج مفيش خالص كلها شوية معجنات وشوية شربة أحيانا بمية مش بحاجة مش بمرجة يعني يعني أمس يوم السبت أنا كنت عامل شربة عتس بمية منحنفية فين التبذير اللي أنا بعمله يعني سبحان الله ولا إله إلا الله لما يكون الإنسان في دماغه هدف وحطت في باله إن هو يقدم أقل حاجة وفي نفس الوقت تكون حاجة حلوة وحاجة لذيذة وحاجة برضو يعني قيمتها الغذائية عالية وحاجة برضو هي صحية في نفس الوقت ويجي حد يقول له بلاشت تعمل كده علشان الناس طب إيه اللي أنا عملت أنا ما عملتش حاجة خالص يعني لجيت طبخت دي كرومي ولجيت طبخت حتى مش هعرف أقولي بجد أنا مستائ متضايقة والله متضايقة لأن يعني الأخت اللي علقتلي التعليق ده بصراحة نرفزتني يعني حضرتك مش شايفة المواقد اللي على اليوتيوب يعني أنا بعمل إيه ده أنا بعمل شوية شربة بمامل حنفية وصدر الدجاجة ده ربع الدجاجة بعمل بيه إما سنبوسة إما بعمل بيه أي حاجة إما معجنات وحاجات بسيطة جدا يعني أنا شايفة منها بسيطة جدا جنب الحاجات اللي أنا بشوفها والله يا جماعة صفرتنا تعتبر يعني الحمد لله رب العالمين فضل ونعمة من ربنا صفرة بسيطة جدا صفرة متوضعة جدا دي حاجة تاني حاجة برضو يعني سبحان الله ولا إله إلا الله بلاش تصوري طيب يا فندم اللي بتقوليلي بلاش تصوري إيه المطلوب إن أنا أقدم في رمضان مثلا أطلع مثلا أشتم في حد أطلع مثلا أجذب عليك وأقول لك حوارات أطلع تسول زي اللي بيتسول ومثلا أنا لما أدخل المطبخ بعد العصر وأطلع لما المغرب يقدم وأشتغل وأكتهد وأقدم وأعمل حاجات صعبة شوية وحاجات فيها شغل بس في الآخر بطلع أول حاجة إن أنا الحمد لله رب العالمين خدت أجر إن أنا عملت فطار لأولادي ربنا يجعلوا عليهم بالعافية ومش لأولادي بس أنا بعمل لناس تاني على فكرة معينة بس أنا مش بحب أقول يعني مش حاب أقول يعني مفيش فطار من أول رمضان عملته لأولادي بس لا يعني عندنا الحمد لله اللي بنقدر عليه بنعمله دي أول حاجة تاني حاجة بتعب في المطبخ آه طبعا ما حدش ما بيتعبش في المطبخ ده كفية بس غسيل الموعين كفية بس غسيل الموعين والناس اللي عندها قناته بتصور عارفة أن التصوير بيستهلك موعين كتير جدا كل حاجة لازم تحطيها في طبق نظيف لازم جدورك تكون نظيفة لازم البتجاز بتاعك يكون بيلمع الحاجات دي أساسية في التصوير لازم يكون عندك إضاءة كويسة جدا في التصوير لازم مفيش غلطة يعني التصوير بياخد مجهود وبياخد موعين وبياخد شغل كتير يعني مش عارفة يعني مشكلة حضرتك فين بالزبط يعني لما قدم محتوى واعلم الناس حاجة وقدم لهم حاجة بسيطة جدا وفي نفس الوقت حاجة حلوة وحاجة جميلة ده طبعا بشهارة الناس اللي بعلقوا عندي أنا مش بمدع في النفس والله بس هم بدوني ثقة في النفس يعني ربنا يسعيدهم يا رب وربنا يرضى عليهم أنا بتغلين دي حاجة حلوة حاجة كويسة أحسن ما نقعد نشتم في الناس ولا نعمل حوارات على الناس ولا نطلع نقول نقول مثلا إن إحنا محتاجين وإحنا مش لقين إيجار البيت وإحنا مش لقين نحط بنزين في السيارة ربنا يغنينا من فضله يا رب اللهم أمين فالأخت اللي علاقتلي التعليق ده أنا نفسي نفسي يعني متابعين يقولولي بجد أنا مش هزعل والله لو شايفين اللي أنا بعمله اكتبولي في التعليقات والله ولو مش عايزيني خالص أقدم أي صفرات في رمضان عادي والله مش هقدم خالص يعني عادي جدا نقفل القناة في شهر رمضان عنديش أي مشاكل بس بجد أنا أنا مستقعة أنا مستغربة لإن أنا شايفة نفسي أقل الناس على اليوتيوب لا إله إلا الله ولا حول علاقات أطلقات